بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله هنشرح حاجة في دورة المجانية للمنزل التنفيذ المحترفة ان شاء الله حاجة في التشتبات الميالية وطبعا المزج المبين المدني ونعمارة اللي هي الأوبة السماويلية اللي محاكم شايفين هي دي قاعة في فندو ونغطيها عشان خاطر نعزلها عن الصوت الخارجي وننزلها عن عشاءة الشمس اللي اتضرر بالنسل النزلاء اللي هنا في نفس الوقت يبقى بعيد عن الهوى بعيد عن التلج بعيد عن السقع على المنطقة هنا تلجي يعني الشتاء بأربع شهور يبقى تلج حرارة توصل لنقص 14 تحت السفر زي ما حاكم شايفين كده القطر بتاعها حوالي خمسين متر رستي ده على الكاميرا رينجي بيمي اللي حاكم شايفينها كده اللي هي داير ميدور دي وفي نسبة الاعصاب بتاعيتنا اللي هي من الالوميتال الومنيوم كلها شابكة مع بعض مع عربس زي ما حاكم شايفين كده كل في الاخر بيكتام في النص وبعد الكلب نغطي على الازاز ده 8 ميلي طبعا مقاوم لأشياء فوق النفسجية اللي احنا وفين تحت تحت الشمس مش حاسين بالدرجة خالص يعني في الصيف طبعا هي القاعدية معمولة كده عشتبقى مكيفة زي ما حاكم شايفين كده تاكيف مركزي زي ما حاكم شايفين تاكيف مركزي رصنا تجهيز بتاعه للمبنى كله طبعا هيبقى مكيف وممكن برضه ايه فيه منع لصدى الصوت هيبقى موجود ان شاء الله وحنا بنشطب فيه الواح بتتاكب بتمتص صدى الصوت للمبنى طبعا لسه مكريك لكيبش كلا ده كان طبعا كل ده بعد ما بيركب بيختبر الزجاج ويختبر الالموتال واسكيلته انتزادت نفسه مصمم تصميم ومختبر وبعد كده بنختبر نفذية المياه بتاعته ويترش من فوق وبعد كده بنشوف لو فيه مياه لتحت طبعا الحمد لله اختبر الكلام ده ونيجح الحمد لله وكل كده كده كامير على الرنجبين هنا ومتسبت عشان خطر ما يحصلش ساكشن او الهواء يجي يشفت للماء الوبة دي فوق ويحصل لها دامجين ده زي ما حقكم شايفين كده اللوبة السموية اللي موجودة عندي هنا هي عبارة مسج ما بين الزجاج والالوموتال وطبعا رس ده على الخرصانة والمكان ده زي ما قلنا جنبك ان هي مقايفة كما حضركم المهنسي الاستشاري شو دي العفيفي منذ المكتب يونتزين استشاري وصل اللهم على محمد وعلى ايل محمد